لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك صباح الورد هاي بنفس اليوم فيديوهين إن شاء الله عن عطرين نسائيات واحد الجودجل حكينا عنه حكيت عنه بالفيديو هلأ السابق ورح نحكي اليوم عن البلوم من جوتشي 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 بلوم عطر من العطور الرائعة جداً اللي بتميزه الزهور البيضة والساندل أكتر شي الزهور البيضة ظاهرة بهذا العطر تم إنتاجه عام 2017 مصمم هذا العطر ألبيرتو موريلاس من العطور الجميلة جداً يلي عامل توليفة كتير حلوة بين البرتقال والزهور البيضة يلي هي التيوب روز والياسمين وزنابق الوادي العطر بفتتح بالنوتا كافتتاحية طبعاً أنا بشم أول شي في التيوب روز ولكن بوصفه للعطر هو البرتقال والروائح العشبية وبقلب العطر بس يروح شوي العطر لا يهدأ أكتر شوي الزهور البيضة هي اللي بتتفرد وبتكون سيدة الموقف بهذا الوقت من وجود العطر وبس يعمل دروب داون بالآخر بنصير بنشم في الصندل والبنيليا والروائح الأنيمالتيكية أي الحيوانية بس يعمل دروب داون هذا العطر أكتر شي واضح فيه كرائحة وحضور هو التيوب روز من أجمل توليفات يلي ولفت الزهور البيضة ومن أقربهم لقلبي هلأ إذا بدنا شوي نروح ل يعني وصفه للعطر فيه عطر من كالفين كلين بعتقد اسمه دريم يمكن أو يمكن الدريم بتيجي هيك الأنينة شوي يعني بيضوية نوعا ما من العطور اللي تشبهه كافتتاحية ولكن كأداء وجمال الجوتش بلوم من العطور الرائعة جدا طبعا في منه فيرجينز كتير نزل لهذا العطر هلأ أحيانا خلينا نقول هلأ السعر السعر تقريبا من مية ل مية وخمس وعشرين ل مية وخمسين دولار لأزازة المية ميلي العطر موجود منه أزازة تلاتين وخمسين ومية هيك كان معنا الفيديو لليوم من العطور الجميلة اللي بتحب الزهور البيضة تروح له للأخوات اللي عندن حساسية بتمنى انه يعني ياخدوا حذرهم بالبداية يحطوا شوية صغيرة هيك على ايدهم ليشوفوا انه هذا العطر من العطور اللي بتحسسهم او انه يعني اتسوكي قادرين يستعملوه ولكن جربوه على جلد الايد بكمية كتير كتير بسيطة لتشوفوا بصير فيه تحسس او لا هيك تقريبا كرائحة بعطيه 8 من 10 وكأداء 7 ونص من 10 وكسعر كتير مبالغ فيه يعني بنروح للـ 6 من 10 غالي 150 دولار هلا القوتش معروف بس بس غالي يعني ممكن نروح للكالفين كلين اللي بيشبهه بعتقد بعتقد هو من العطور اللي بيعطي كتير عليه ما كتير حاضرني الاسم بس يمكن يكون دريم يمكن ما بعرف يعني ما متأكد لسه بس بس هو من العطور يعني الشبيهه له كتير وممكن تروحوا لأخواته من القوتشي وفيه كمان الكيم كورججيان كمان من العطور اللي بتشبهه وبتمنى كون لفظت الاسم صح هيك انت يعني نظرت لهذا العطر واحساسي فيه من عطور جميلة وكتير مقربة لقلبي تلبسوه بالهنة وتلبسوا كل عطوركن بالهنة محبتي لقلكون بأمان الله اشتركوا في القناة